فالمؤكد المؤكد ان احنا حتى لما تكلمنا عن بعض الجزئيات التي تبدو سلبيا وبيكون من خلالها او من خلال رصدها الهدف الصلاح العام كان بعد مباراة الزماج لما خسر الاهلي فالناس قالت انت طلعت اتكلمت لما الاهلي خسر طيب ولما جات معلومات ليها علاقة بالفرقة وهي معلومات حقيقية بعد ما الاهلي كسب فالناس قالت لك الله ده الاهلي كسبان انت بتقول انت معنا كده يا جماعة ان احنا في كل الاحوال بالشكل ده مش هنعرف نقول معلومة لكن المهم قلنا وقعت افشة مبارح والنهاردة تم استبعاد افشة من قائمة الفريق المسافرة لبرج العرب وفي اطار الاستعداد لمباراة الاسماعيل افشة خرج من القائمة ليه بعد وقعت اعتراضه على كولر بعد الواقع اللي حصلت وحسردلك دلوقتي بعد الكواليس المهمة جدا اللي هي علاقة بقرار رائع من الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب ما بيهزرش هتقول لي مالك كابتن محمود الخطيب بالموضوع لا هقولك دلوقتي الكابتن محمود الخطيب ما عندهش زار دي حاجة نحية عليها جدا الكابتن محمود الخطيب بالتالي يا جماعة لحد مبارح حكيت لحضراتكم الكصة وان افشة دخل في قط اللبس وقال له كولر انت مش عادل انت مش عادل لان التصراحات اللي بتقولها في الاعلام وفي السوشيال ميديا عندك حاجة واللي بتنفذه حاجة تانية ده حصل يا جماعة في حاجات يمكن اكتر كمان مش يعني انا بقول المهم اللي انا متأكد منه يعني خلاص بالتالي افشة الرجل قرر انه يستبعده من مباراة اليوم بناءا عما حدث بعد مباراة مازنبي في استاد القاهرة في قط اللبس لحد مبارح افشة ما كانش تم توقيع عليه عقوبة لحد مبارح افشة ما توقعش عليه اي عقوبة لكن اللي كان متوقع اللي كان وقع عليه العقوبة هو حسين الشيحات وعمر السلية وعقوبة توقعت توقعت النهاردة العقوبة من السنائية اصبحت سلسية وافشة تم توقيع عليه ايضا عقوبة الثلاث عقوبات تحت اشراف الكابتن محمود الخطيب تحت اشراف الكابتن محمود الخطيب بنفسه واططلع على كل ما حدث وصدق على هذه العقوبات صدق على هذه العقوبات لان الكابتن محمود الخطيب معا بص اه انت كسبت الفرقة وكسبت النادي ووصلت نهاية افريقيا بس النادي في نفس الوقت مش مأثر معاك في حاجة النادي الاهلي يا بخته اللي يلبس بتيشرت بتاعه انت محظوظ انت وهو وهو واي حد انك بتلعب في النادي الاهلي وانا يعني عايز اقول حاجة للجمهور بدل ما تلوم او البعض يلوم على الاعلاميين لا لازم يكون في لوم على بعض اللاعبين مش بتكلم على تلاتة دول تحديقة بتكلم بشكل عام اللي ممكن يصدر منهم تصرفات بحكم غيرتهم على اللعبة برضه احط لهم العزر ده بحكم ان هم عايزين يساهموا بشكل او باخر يكونوا فعالين في تآهل الاهلي بحكم ان هم بيحبوا ناديهم بيحبوا فرقتهم كلام من ده كل الكلام ده حلو تمام ده بيحصل عادي لكن في نفس الوقت لازم تبقى عارف نعمة النادي الاهلي لكن المؤكد النهاردة كان فيه باوامر من الكابت المحمود الخطيب توقيع الغرامة على افشة بخلاف انه صدق على عقوبات السلية والشحات لان البعض المبارك او في ناس يمكن قالت ان الشحات العقوبة مش موجودة علي دي كانت تبقى مصيب انا بقول لك اهو اه ممكن حسين يزعل اي حد ممكن اي حد يزعل انا بقول يا جماعة برضو خبر بالتالي العقوبات اتنفزت بقرار من الكابت المحمود الخطيب بدون رجعة بدون اي نقاش هتقولي يعني ايه بدون رجعة هقولك ان كان قبل كده في المرحلة الحالية كان في عقوبات بتتنفز وبعد كده خلاص يا حصل خير وده ما ينفعش ما ينصحش ولما هتعمل كده بالتبعية هتلاقي ان الدنيا بتفرط منك فتأكيدا عن الخبر اللي احنا قلناه بارح لحضراتكم بكواليسه النهاردة بخلاف العقوبة المالية او الغربة المالية لكن تم تم كمان استبعاد افشا وعقابه في الشق الفني باستبعاده من قائمة مباراة الاسماعيل افشا العيب كبير العيب مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي وتاني حرجع اقول النادي الاهلي كبير بجمهوره النادي الاهلي كبير بمسؤولي الاهلي كبير بجهازه الفني واللعبي بس المنظومة نفسها ما بتهزرش العراس المنظومة نفسه كابت المحمود الخطيب ما بيهزرش فأي حاجة هتحصل لازم هيكون في عقوبة طيب هتيجي هنا تسألني سؤال مهم قوي وحيي حضرتك عليه هو ليه طالما التلاتة غلطة الشحات والسلية موجودين في القايمة بتاعة ماتش بكرة ويقفشة خارج القائمة هقولك لأن الشحات والسلية برروا موقفهم وانفعلهم لكلر وهحكي لك بالضبط اللي قالوا لكلر وكلر اتقبل منهم المبررات بتاعتهم وفي نفس الوقت هم ما قالوش الكلمة ممكن اللي دايقت كولر ربما دي مش معلومة ما عرفش بقى ما دخلتش جوه كولر عشان اعرف هو كلمة قفشة بتاعت انت مش عادل دايقته لا بس بديه هتدايق اي مدير فان بس بتبقى لحظة انفعال عند اي لعب وقفش عنده رصيد كبير ده مش رصيد ده قفشة بالذات عند الجمهوري الاهلي ده حاجة خاصة مش معنا كده اللي ما يقدرش يتحكم في اعصابه ما يتعاقبش المهم عشان ما طولش عحضراتكم عبر سولية قال له كولر قال له مستر كولر انا انفعلت لان انا كنت حاس ان انا مش افضل حاجة في المبراء وكان نفس يقدم افضل من كده فكنت خارج من دايقت فالراجل تقبل وماكملش اكتر من كده بالمناسبة يعني والراجل تقبل كلام السولية فابن قال عليه عزره لان السولية فعلا في المطش ما كانش افضل حاجة الشحات بقى قال حاجة تانية مختلفة شوية قال له كولر قال له ان انا دلوقتي كنت عندي امل لنا حلعب بدلينها موجود في القائمة فكان من الافضل طبعا انا مش موجود او طبعا انا مش حلعب يبقى حد ما كان يبقى موجود يديف للفريق كولر تقبل مبرر الشحات رغم ان هو بالنسبة لي مبرر مش منطقي لان مع كامل احترام للنجم الكبير جدا حسين الشحات دي حاجة مش بتاعتك مهما يعني بقيت نجم كبير ومهما مادة تأثيرك على الفريق بيبقى ملحوظ لكن في كل الاحوال في مدير فني البعض يتطفق مع مدير فني البعض يختلف ومفيش مدير فني كل اللي بتجمع عليه بالمناسبة ده طبيعي جدا في القرى لو جبت جوارديولا ده مش كل اللي اتمنشل سرستي بتحبه عادي عادي لكن كولر تقبل مبرر حسين الشحات فدي برضو حاجة ترجع مدير فني محدش يدعو اما مبرر افشة هو اتكلم مع افشة لكن في نفس الوقت لا للامانة الامانة ما حصلش اي تواصل بينه وبين افشة لكن في نفس الوقت هو تقريبا شال في دمه التصرحات او الكلام اللي وجهه افشة في قط اللبس بناء علي الرجل استبعده من مبارات النهاردة فأفشة خارج القائمة وتأكيدا اللي احنا قلنا لحضراتكم امبارح من معلومات